أعزاء المشاهدين تماثل الفتى يزن شلبك من شفا عمر البالغ من العمر 17 عاما تماثل للشفاء بعد أن حرب الفيروس التاجي ورفع راية النصرية في وجهه يزن الذي كان يركض بحالة خطيرة للغاية وهو متصل بجهاز القلب الرئى في وحدة العناية المركزة في مستشفى رنبان جراء تضرر وظائف القلب لديه تعافى من المرض واجتمع شمله بعائلته التي كانت تنتظر أن تراه وتحتضنه على حر من الجمر ووالدته حياة شلبك تنضم إلينا الآن في بث حي ومباشر من شفا عمر السلام عليك أخت حياة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف مرض يزن وكيف عرفتم أنه أصيب بالكورونا يزن عنده صار التهاب بحلقه وحام وتعب صار صدره يوجعه خدنا على الدكتور عطانا مكتوب للمستشفى رحنا على المستشفى دخلنا على الميون عملونا بحوصات أولية وشافوا أنه بلش الوضع الولد يسوق نقلوه من غرفة لغرفة يعني فيها تقنيات أكتر بعدين بسرعة يعني طلبوا أنهن بدهن العلاج المكثف نقلوه على العلاج المكثف وهناك بديت حالته تتدهور كثير ما كانش معروف بالأول أنه فيروس كورونا يعني نسأل عن الأعراض اللي شعر بها وكيف تدهورت صحته حام والتهاب بالحلق وبعدين حس فيه تقل على صدره وجع براسه وفي أي مرحلة تم نقله إلى المستشفى وكيف شعرتي حينها كأم أنت في البيت بحجر وابنك في المستشفى وأنت لا تستطيعين أن تكوني بجانبه لما أخذوا على العلاج المكثف كنا وقفين هناك بالأول يعني في البداية بعدين لما عملونا الفحصات وتبين قالونا روحة يعني أخت حياتي هناك الكثير من الناس هناك الكثير من الناس يستخفون بالكورونا يقولون أن المرض مجرد رشح عادي ما رأيك؟ ماذا تقولين لأولئي الناس؟ لا لا مش رشح عادي فيه له أعراض كتير قوية ومؤثري يعني ممكن تأثر على القلب وعالرئة وأنا ابني من الناس اللي تأثر على القلب وعالرئة تأثر قلبه بسرعة للولد يعني خلال يعني خلين نقول يوم وليلة وهن ساعات مش يوم وليلة كاملات الولد بلج وضعه يتضهور للأسوأ أو للسيء للأسياء يعني للسيء كتير بالأول فكروا أنه في عنده مشكلة رئيسية بالقلب بس بعد نتيجة الفحصات طلع أنه الكورونا كانت كتير قوية عليه نزل الالتهاب على عضلة القلب وعلى جدار القلب وتأثرت الرئة واضطر يحطوله جهاز الإكمة هل تنصحين الناس؟ وإحنا روحنا نعم فضل إيه؟ لما صار مع الولد هيك هل تنصحين الناس؟ سؤال لو سمحت هل تنصحين الناس بالتوجه للحصول على تطعيمات ضد الكورونا بعد ما شاهدتي؟ آه طبعا بنصح الناس ويأخذوا حضرهن ويتطعموا لأنه هن بالنهاية بدهن مصلحة الناس يعني مش ضد الناس يعني الأطباء بيهتموا كتير بالناس فما رح يكونوا يعني هن ضد الناس يأخذوا التطعيم شو مشكلة التطعيم يعني؟ والناس تأخذ حضرها وتحط الكمامة وتتحمل اللي بطلبوا منه حجر ينحجر يعني ينحجر 14 يوم محجور بيكون مبسوط ولا ينحجر زي أنا محرومي من ابني 14 يوم وابني بالعلاج المكثف وضعه مش معروف شو هو ووضعه عالي نازل مش عارف ايش وأنا يعني كانت حالة كتير صعبة فينحجروا بال14 يوم يكونوا مبسوطين فيهن ما يكونش عندين هاي الأعراض الصعبة أفضل طبعا نحن نقول الحمد لله على السلام ليزن شكرا لك أخت حياة كنت معنا من شفا عمر شكرا لكم شكرا